اهلا وسهلا متابعين الكرام اول شيء حاب اشكر كل اللي استمعوا للحلقات الماضية وشاركوا للكلام الطيب الاشادات النصائح كل هذا شيء اسعدني وبتمنى اني اظني عند حسن ظنكم وبرضو بانتقاداتكم وبتشجيعكم وبملاحظاتكم اكيد رح اطور من الاسلوب اطور من العمل لحد ما نوصل لمرحلة مش انها رح ترضي كل الناس لانه ارضاء الناس غاية لا تدرك ولكن انه نصل لشيء الكل يستفيد منه ان شاء الله تعالى القمر اليوم رح يكون في برج الحمل ورح ينتقل للثور رح يكون في منزلة الثورية هاي المنزلة بتنفع للبدء باي شيء وبكل شيء وهي مناسبة جدا خصوصا للبدء بمشاريع او اعمل ولكن هي غير مناسبة لاذهار اي شيء مخفي يعني السر الاشياء اللي الناس كاتمينها مواضيع خاصة ارقام سرية اشياء مثل هيك هاي غير جيدة لإفشاء هاي الامور طبيعة الحال ما زال القمر موجود في برج الحمل والحمل زي ما حكينا الوصفات معينة لما القمر بكون موجودة هاي الصفات بنتأثر جميعنا فيها يعني بكون عندنا طاقة كبيرة منكون اكثر تصميم اكثر استقلالية ممكن نبادر بمشروع جديد ومنكون متسرعين في تصرفاتنا وفترة ممتازة بتكون للامور التجميلية او لأي امور لها علاقة بالفحص الطبي للعيون هاي تأثيرات من دخول القمر وحده على جميع الابراج كلنا بكون عندنا نفس التأثيرات هاي بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تكون معنا عندنا احنا في زاوية فلكية راح تتشكل اللي هي ما قبل خلو المصر زاوية تربيع راح تكون بين القمر وبلوتو الساعة واحدة وثمنتاشر دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا يعني بالنسبة لتوقيت الاردن بتكون الساعة ثلاثة وثمنتاشر دقيقة بالنسبة لتوقيت فلسطين ثلاثة وثمنتاشر دقيقة بالنسبة لتوقيت العراق بتكون الساعة يعني ثلاث ساعات عن توقيت جرينتش يعني الساعة اربعة وثمنتاشر دقيقة يعني كل واحد اللي بده يعرف توقيت جرينتش هو فرق ساعتين عن الاردن مثلا يعرف الواحد فرق الدولة اللي هو فيها عن توقيت جرينتش قديش ويحسبها يعني يزيدها للرقم الموجود بلاقي التوقعات ايجاته كأنها ليومها زاوية التربيع هاي يعني بتخلي بعض الاشخاص اللي عندهم قابلية للتسلط انهم يتسلطوا بالزيادة وبيحاولوا فرد سيطرتهم من زيادة خصوصا هاي السيطرة بتكون على الاصدقاء وعلى افراد العائلة فاللي عنده هاي السيئة يحاول قدر الامكان انه يضبط نفسه على اساس انه ما يخسر الاطراف اللي موجودين حواليها او ما يزعل حدا منه الساعة واحدة وثمنتعشر دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا برضو بيبدأ خلو المسار وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة أربعة واربعتعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش فترة خلو المسار اجمالا لو لاحظنا انها هي رح تكون طول النهار يعني لساعات المسار كلها هاي خلو المسار في فترة خلو المسار هاي الفترة بتكون لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بس بتنفع لاكمال اي شيء احنا كنا ناويين نعمله من قبل او كنا عقدين النية على عمله او كنا مثلا حاجز موعد انا بدي اعمل عملية وتحددت العملية في ساعة خلو المسار بكمل بعمل عمليتي ولكن هي بدء البدء في ساعة خلو المسار لاي شيء جديد اعتبروا انه هذا الاشي رح يصير في مشاكل كثير وممكن انه يفشل زي ما حكينا بنتهي خلو المسار الساعة اربعة واربعتاشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بتصير في زاوية بعديها الزاوية هاي بتكون زاوية اقتران ايجابية بين القمر وارانوس في برج الثور الساعة تسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا شيء غير متوقع اتجاه البعض الزواية الفلكية تأثيراتها على الجميع مش تأثيرها على المكان اللي بتكون فيه او على البرج اللي بتكون فيه البرج اللي بتكون فيه بتكون تأثيراته اكثر ولكن الكل بشعر بنفس التأثيرات اللي احنا حكينا عنها لانها رح تمر علينا كلياتنا بصور متغيرة او مختلفة شوي يعني بالصيغة او بالسيناريو هيك بكون القمر وصل للثور ودخل للثور واستقر فيه طيب قلوا المسار القادم اللي رح يكون عشان اللي عنده موعيد او عنده اشغال او عنده اعمال حابه انه ينسقها ينتبه بدنا ننبهه احنا خلوا المسار القادم امتى رح يكون خلوا المسار القادم رح يكون يوم ست واحد بيبدأ الساعة اتناعش وسبع دقائق بعد الضور لتوقيت جرينيش رح يستمر لليوم الثاني اللي هو ليوم سبعة واحد الساعة اثنتين وعشرة فجرا بعدها بنتقل القمر للجوزة بالنسبة لعمر القمر هو تسع ايام الساعة عشر او ثمانت عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بدخل في اليوم العاشر بتصير نسبة اضاءته تقريبا خمسة وستين في المية طبعا خمسة وستين في المية من الحجم الكل كبدر بصير مضاء منه خمسة وستين في المية بالنسبة للتوقعات اليومية برج الحمل يعني انتو اليوم نشطين زيادة عندكو طاقة زيادة مع هيك لانه في خلوه مصار ورح يستمر مدة طويلة يعني انشطوا وتحركوا ولكن ما تبدأوا بعمل جديد يعني كملوا الاشياء اللي انتو بديتوا فيها في ساعات المسا اللي هي بعد انتهاء خلوه المصار بصير يوم بحمل معاه فرص مالية يعني مش يوم المقصود اللي هو بس انه بالليل لا هو طيلة وجود القمر في الثور رح تكون هاي شبيهة بنفس التوقعات بتتغير الصيغة على حسب الزوايا الفلكية بصير الوقت بحمل فرص مالية بتكون مفاجآت بتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط عندك الاتصالات والزيارات وبتهتم لترويج او لخطة او القيام بزيارة ممكن يكون هاي الزيارة في من وراها نوع من انواع التشجيع بتعالج مساء الادارية وتمويلية بتتطلب توقيع ومتابعة عند المراجعة للفئة المعنية اللي انت بدك تروع عليها برج الثور يعني ثلاثة ايام التعب مسيطر الاكتئاب النفسية مش مرتاحة ما عندكو جلد لعمل شيء بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب رح يستمر هذا الشيء يعني الشعور لفترة العصر يعني ببلش يخف شوية تدريجيا لحد يتما يستقر القمر في برج الثور بعدها بتصبح ثقتكو بانفسكو كبيرة وبصير عندكو نشاط اهم ايش انكو تستغلوا الفترة القادمة بخطوة جديدة بتدعيم من مركز كل اجتماعي القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية هذا الجو بيعطيك نوع من انواع الجهد عشان توصل لمرحلة اللي هي احنا بنحكيها السلام السلام النفسي او السلام الداخلي او السلام مع الغير وانك توصل لمرحلة التفاهم مع اي شخص انت بتتعامل معه يعني بمعنى اخر هاي الفترة احنا بنعتبرها دائما وصول القمر لبرج الشخص هي اجمل ايام الشهر لانها هي اللي بتعطيه دافع نفسي قوي جدا وبتكون الفترة هاي داعم للشخص اهم ايش انك تستغلها خذ روح المبادرة وكون شجاع برج الجوزاء بتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر بين الاصدقاء يعني اي فترة ما قبل خلو المسار تنشطوا انتو بين الاصدقاء اللي هي ما قبل الفجر ولكن في ساعات العصر هذا اليوم بتطلب منكو عدم المبالغة في جهدكو خصوصا الجسماني بتكونوا تراكبوا صحتكو القمر صار في بيت متاعبكو يعني حاولوا انجاز اللي بتقدروا عليه من الاعمال المتراكمة دون اهمال صحتكو ما تراهن على الحظود بتعاني من نوع من الركود والاشياء خلص انها كأنها بتوصل لمرحلة انك انت يعني خلص ما بدك اشي ما بدك تعمل اشي ما بدك تكمل اشي والامور بتبلش تتعقد عشان هيك هاي الفترة احنا بنسميها فترة ركود ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك لانه افكارك رح تكون مشوشة والظروف رح تكون مخيبة انتظر لحد يتما القمر يوصل لعندك بعديها الامور كلها ان شاء الله بتتحسن بطريقة احسن حاول انك انت تتمم الاشياء اللي موجودة بين ايديك ما تبدأ بشيء جديد برج السرطان يعني هاي الفترة حافظوا على اي انجاز انتو بتعملو او عملتو او بتقدمو خصوصا في مجال العمل مع ساعات العصر يعني بصير عندكم نوع من انواع الحب للقاءات الاجتماعية اللقاءات مع الاصدقاء الزيارات او بتجيكوا زيارات بتتعاونوا معهم وبتعاونوا معك ممكن يفاجأك احد الاشخاص بتصرفاته او بطلباته يعني فترة شوي بتمشي معك يعني الامور ماشية لحالها بطبيعتها ماشية معك رغم انه كل الضغوط هاي اللي موجودة ولكن انه بتساندك شوي اذا عندك شيء حاولت انك تبادر فيه ارتفض حاول انك تكرر المحاولة في هاي الايام واذا بدك دعم او بدك تأييد من احد الاصدقاء الجأ له اطلب منه ان شاء الله ما رح يردك ورح يساعدك هاي الفترة مناسبة للانضمام لجمعية او مؤسسة ممكن انها بتلتقي مع طموحاتك برج الاسد يعني بتبقى الاوضاع على ما كانت عليه في اليومين الماضين اتصالات محاولة العمل باي شيء مع الخارج مع الدول الخارجية الاتصالات مع الناس المسافرين مع مؤسسات تعليمية مع اكاديميات تعليمية مع جامعات الدراسة امتحانات يعني كل الامور هاي اللي مرت خلال اليومين هدولة نفسا هي اللي بدك تمر فيه في هذا اليوم لغاية ساعات العصر وبعدين بتنعكس الامور وبصير الوقت مناسب بالنسبة للك للي ببحث عن عمل او برغب في ادخال تعديل عليه او تقديم لطلبات عمل او مقابلات عمل تقدر تثبت جدارتك للمسؤولين بالفترة هاي الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي بشكل واسع جدا ولكن انه على المستوى المنزلي او على المستوى البيت رح ينتابك شوية قلق اما لأحد افراد العائلة او انه احد افراد العائلة بيحتاجك في شيء او بصير عنده شيء انت بتهتم فيه ضغوط الاعمال ممكن شوي انها هيكة تكون كثيرة عليك في الفترة هاي مهنيا اهم ايش انك ما ترتبك خصوصا في المواقف الحساسة الجو العام اجمالا يعني مش زي ما بدك مية في المية برج العذراء يعني انت نفس الشيء اللي مريت فيه خلال اليومين هو نفسه المستمر معك لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر يا بصلك خبر من بعيد يا بتنجحوا في السفر او الاتصالات او الدراسة او في امتحان صعب بتقدموا وبكون سهل جدا عندك لدرجة انه انت بتكون متفاجئ من النتيجة او بيجيك بريد من برا او بيجيك رسالة من برا او بيجيك وظيف من خارج البلاد يعني بتتركز كلها على هاي الامور بتزيد رغبتكو في البحث عن اي قاسم مشترك بجمعك انتي واحبابك بترتفع المعنويات فرصة النجاح بشكل كبير عندك قدرة لامساك زمام الامور بيكون بشكل مفاجئ هاي فترة ايجابية جدا بتسهل عليك الامور وبتسهل عليك حتى بطريقة الحوار بتكون الامور جاهزة لصالحك ممكن تفرح بخبر او تجاوب معك يعني اي شخص اخر بتجاوب معك او مؤسسة او شيء كنت طارح وانتي كان فيه شوية رفض الفترة هاي بصير فيه نوع من التجاوب فيه اشخاص رح يكون عندهم سفر محتمل من برج العذراء برج الميزان اللي عشته اليومين الماضيات نفسه اللي رح تكمل فيه نهارك من ساعات العصر بتتغير الاوضاع تمنحك فرصة لمكسب مالي ايه وصلها يا بشراكة يا بتعويض اهم اشي انه صحتك او صحت يريب للك بتكون بحاجة للرعاية بتشغل فكرك شوي اكثر شيء بكون مسيطر عليك خلال فترة الايام القادمة هو التفكير بمستقبلك يعني بتكون تفكر في المستقبل اكثر من الوقت الحاضر بتعاملك مع الاشخاص او مع اهل بيتك او مع الناس اللي بيعزوا عليك يعني حاول انك تقدم شوي التنازلات حاول انك تتراجع عن خطوات او قرارات شوي سببت نوع من انواع الازعاج او العداوات عشان اتعاود ترجع المياه لمجاريها برج العقرب يعني اي عمل انتوا كنتم بلشين فيه كملوا فيه لغاية المساء بس ما تبدو بعمل جديد من بعد ساعات العصر بصير اليوم مناسب للقيام بعمل ممكن كان يتطلب جهدك انت ولكن الان بتطلب تعاونش الطرف ثاني في الموضوع هاي الفترة ممتازة انك تصل للطرف الثاني او تتواصل مع الطرف الثاني عشان يساعدك فيه عندك قدرة تعزيز شراكتك بس بدك تحاضر من الانفعلات من العصبية يعني لانه شوي جوك مشحون هيك وصعب التفاهم معك في هاي الايام بسبب عصبيتك هاي انت بغنى عنها الجو متوتر ممكن تظهر مشكلة طارئة من لا شيء اهم ايش انك تكون صبور وما تتذمر يعني هاي تدك تعتبرها ان الفترة هاي شوي رح تكون خالية من الحظود برج القوس يعني من الصبح رغم تراكم كل الاعمال عندك انت يادر انك انت تنجز حصة الاسد منها ولكن بعد ساعات العصر بتكو تنظموا جدوى الغذائكو وبتكو تأخذوا قصة من الراحة كافي لا تلتهي بقشور الامور او بالامور الثانوية ركز على الشيء اللي انت بدك اياه بحاجة للتحرك تحرك مش بحاجة تلهيش نفسك فيه لا تشغل نفسك فيه حاول انك ترتاح اعتمد على جهودك وعلى طاقتك عشان تحصد نجاحات وارباح اهمش انك تراقب وضعك الصحي وتحاول انك تركز على وضعك المهني لان الفترة هاي بصير فيه نوع من الخوف في هاي وضعية القمر في الثور على الوضع المهني تحديدا برج الجدي يعني اللي رح يتغير عليكم اليوم عن الايام الماضي هاي انه من ساعات العصر بترغبوا تقرب من احبائك وتعزيز العلاقة معهم بتقدروا انك تتواصلوا بتكو تشوفوهم عندكو رغبة للجلوس معهم للفضفضة لهم للاهتمام فيهم وبكون عندك قابلية انك انت تدخل في اي شيء حتى لو كان مشاط فني الفترة هاي باطمئن بالك يعني نسبيا لانه الشمس برضو لسه ما انتقلت لكل عشريات او لكل درجات برج الجدي فعشان هيك باطمئن بالك نسبيا ممكن تلاقي حليف يدعمك ويدعم تطلعاتك او افكارك اهمش انك ما تستسلم وكرر المحاولة ممكن ترغب باستكشاف مناطق او اشياء اول مرة انت بتحاول انك تدخل فيها او تخوض فيها او تطلع عليها او تقرأ عنها ممكن يصير عندك ميول للسفر او المشاركة في رحلة حتى لو كانت رحلة عمل المهم انك انت بدك تنطلق بالفترة هاي فترة هاي يعني بقدر اوصفها انا فترة رومانسية وناجحة جدا ولكن شوي احد الاحباء هيك ممكن انه يلفت انتباهك او تقلق عليه بسبب شيء معين ممكن يصير معاه برج الدلو نفس الشيء اللي انت ما مر عليك خلال اليومين هذولا بتغير مع ساعات العصر بتقدر في هاي الفترة ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنك وتعزيز الروابط العائلية لانه الفترة الماضية انت كنت مشغول عنها بتقدر تتواصل معهم بتقدر تعرف انت في ايش قصرت في خلال الفترة هاي او ممكن هم اللي يبادروا يحكوا معك في هذا الموضوع اهم شيء انه انت تضبط عصبيتك عساس انها ما تثور وتخلق مشاكل داخل البيت ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك ودائك ولا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعج لانه الفترة هاي مش مناسب انك انت تنزعج فيها لو انزعجت بلعها لانه الوضع ما رح يكون سهل عليك اهم اشي انك انت تتحرك لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته اي شخص بلجأ لك بحاجة لمساعدة ساعده رح هو يستفيد وانت رح تستفيد برج الحوت يعني مرة عليك يومين اكيد اكيد صار عندك نوع من المصاريف او التزامات مالية او صار تتفكر بالفواتير والسداد او دفع جمعيات او عليك دين لناس بدك تخلصوا او بدك تداين فلوس عشان تحطها لشيء مهم فكانت الفترة هاي كلها بتتركز على الفلوس والفوترة والسداد اليوم من بعد العصر بصير يوم مناسب للك للدراسة للسفر للاتصالات للتنقلات لاهتمام سيارتك لاهتمام تلفونك اهتمام جهاز الكمبيوتر تاعك مناسب لانك تروح رحلة او زيارة قصيرة ممكن تلجأ لأحد الاخوة او الجيران عشان انه يساعدك بشيء اهم ايش انه بالفترة هاي تكون عنصر ايجابي ما تعمل اي شيء عشان ما يسبب النفور بينك وبين اللي حواليك تفهم الاخرين وتفهم اللي حواليك وكون هادي جدا ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية اذا عرض عليك نوع من انواع المصالحة اغبال فيها نوع من انواع التسوية ارضى فيها الوقت مناسب لانها رح تكون لصالحك واذا ما فيه وانت اللي عندك بدك تعمل هذا الشيء كرر المحاولة مع الشخص اللي انت كنت بدك تتصالح معه او بدك تعمل معه تسوية ممكن يكون الوضع لصالحك برضو اهم ايش انك ما تستسلم بس بدك تدير بالك من السرعة بتعاملك مع الاشخاص من سوء التفاهم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا فيه شوية كبسات تحت اذا حابين تكبسوا عليها لايك وانلايك وديسلايك وسبسكرايب واشتراك ومش اشتراك وهي الاشياء اللي تحت يعني بتقصروش بس اهم شيئا عندي الملاحظات اذا عندك اي ملاحظات يكتبوا ليها تحت طبعا اي شخص عنده اي استفسار اي ملاحظة اي استشارة اي شيء يتعلق في علم الفلك مجانا بدون اي مقابل لمشتركين القناة تقدم مجانا بدون اي مقابل والجواب فورا اكتب سؤالك تحت ان شاء الله رح اجاوب عليه ولكن بدك تعدرني ممكن اطول شوي عليك بالاجابة لانه كم من الرسائل اللي بتيجي او التعليقات اللي بتيجي بده اللحق عليها وبده اجاوب على الكل اصبر علي شوي ان شاء الله رح اجاوبك باذن الله تعالى النهاية والله اعلم ويا رضى الله وارضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء